بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددا من ملفات عمل الهيئة خلال هذا اللقاء أكد رئيس الهيئة أن إجمالية تعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال الفترة من الأول من يوليو 2023 وحتى الحادي والعشرين من مارس من عام 2024 وصلت إلى 127 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت نحو 2.8 مليار دولار بالإضافة إلى تأسيس 63 شركة جديدة برأس مال أجنبي بنسبة 48.5% خلال نفس الفترة